هنروح بقى من المعرض لمعرض اخر او الاحتفالية تانية موجودة على او هتكون موجودة في اول شهر سبتمبر في مدينة العالمين وهو معرض مصر الدولي للطيران والفضاء عشرين اربع وعشرين واللي هيكون بالتزامن مع الافتتاح قام الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بجولة تفقدية لمطار العالمين الدولي الاطمئنان على ما تم من تجهيزات وترتيبات لوجستية بالمطار وكمان الاطمئنان على تسخير كافة الامكانيات لتقديم جميع التيسيرات اللازمة لضيوف المشاركين في هذا الحدث الهم الحقيقة انه برضو يعني في كده رؤية متكملة لكل مؤسسات الدولة انها تبروز المنطقة التنموية الجديدة اللي تحولت الحقيقة من منطقة كنا بنعدي عليها كده واحنا رايحين مطروح مثلا او منطقة بعيدة في السحل الشمالي تعدي عليها انت بتشوفش حاجة غير يعني صحرة ارض فاضية وتحولت لمنطقة فيها من الجوانب التنموية الكتير والكتير فتكملية رؤية مؤسسات الدولة في ان كل واحد يعرض انجازه ويقدم ما لديه من مشروعات ده شيء مميز ومهم فعلا يعني هما كانوا بيسموها وكان بيتقال عليها تم تحولها من ارض للألغام يعني ارض للأحلام وتحقيق الأحلام وده اللي شايفينه فعلا المشهد اللي احنا شايفينه والأبراج والبنية التحتية الموجودة هي فعلا كانت أحلام في وقت من الأوقات ان انت تشوفها وتشوفها تحديدا في العالمين اللي كانت مليانة ألغام ولكن الحمد لله دلوقتي بقى فيها حتى المتاحف والمطار فيها أنغام وفيها أحلام وفيها فرص عمل وفيها مدينة متكاملة هتعمل على مدار العام فيها جامعات فيها مستشفى فيها مطار فيها كل يعني أوجه وسبل الحياة الجيدة الفخمة والمتوسطة والطبيعية